بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكم بالمحاضرة الثانية من مساق Java Programming ولازمنا إحنا في عالم الـ Objects and Classes نبدأ زي ما تعودنا بالمواضيع أو العنوين اللي حنشوفها مع بعض خزالة المحاضرة حنشوف اليوم ArrayList Class وهذا طبعا موضوع متقدم عن الـ Array وحنشوف إيش الإمكانيات المحدودة اللي كانت في الـ Array واللي انتهينا عندها المحاضرة الأولى وكيف نعالج هذه الإشكالية اللي موجودة في الـ ArrayList Class حندخل طبعا في عالم Classes Methods لأنه جل المحاضرة الأولى كانت متعلقة في الـ Attributes تاعة الـ Classes فقط اليوم حنكمل وحندخل بشكل مفصل عالم الـ Methods الخاصة بالـ Classes وحنشوف طبعا في الـ Class الـ Members أو الـ Feeds شو يعني Private وعالم الـ Public وحنشوف اللي هو الـ Methods للـ Setters والـ Getters وطبعا حنتطرق لكلمة This Keyword وموضوع المهم موضوع الـ Constructor وبعدين حنتطرق لعالم الـ Overloading Methods وآخر شيء حنختم بموضوع ToString Methods وننتهي بموضوع شرح إلى الـ UML وكيف التحويل من Java Code الـ UML والعكس طيب بداية موضوع الـ ArrayList أولا الـ Array اللي احنا تعودنا عليها الفصل السابق واللي حكينا عنها المحاضرة اللي فاتت وأنشاءنا شفنا مع بعض Array of Objects لكن مشكلة الـ Array إنها بيكون عندي length تاحها Fixed يعني عدد العناصر تاعتها لازم أحددهم أنا مسبقا لكن الـ ArrayList تتميز بإنه length أو عدد العناصر تاعنا متغير بمعنى آخر We can not change بنقدرش نغير the length of Array once created يعني أول بننشأ الـ Array بنقدرش بعدك نغير الحجم تاحها لكن في موضوع JavaList الموضوع مختلف بنقدر نحن نغير الحجم تاع الـ Array وهذا ميزة كتير مهمة يعني بمعنى آخر لو إحنا عايزين نضيف أو نرفع Element أو Objects يعني عايزين نضيف Objects في الـ Array تاعتنا أو نشيل Objects أو Element من الـ Array تاعتنا لازم ننشأ New Array من أول وجديد لكن في عالم Array List لا ممكن نحن Elements هنا can be added أو removed من من Array List متى شئنا لكن طبعا سيكون عندنا اختلاف في موضوع Syntax وارية التعامل بين Array List والArray طيب أولا نيجي على أول بنقطع لعملية Creation كيف نحن نقدر ننشأ Array List الموضوع كتير بسيط نفس الفكرة إلى حد ما بس في اختلاف عنا شوية في Syntax هذه Array List عنا Class وعنا هدول اللي هين الأكبر من والأصغر من وما بينهما هان هذا هي Class هذا Class اللي احنا عايزين ننشأ من Objects لأن عايزين نكون Array of Objects طبعا هدا هي اسم Array List ونضيف هنا لكن هده أحيانا لو انت شلت برضو بمشي الحال لأن هن صارت Redundant أو زيادة بمعنى لأن وجود هنا يكفي هذا هو عملية التعريف يعني كيف ننشأ اللي هو Array List طبعا نحنا بالأول عايزين نحنا كمقدمة هدا أنا بدين الكود من أول أنا عند هاي Class Class اسمه Teacher وClass Teacher في اسم First Name Last Name Major Celery هاي عندنا أربعة attributes في ال Class وطبعا نحنا هنا منشئين Four Objects Object الأول سمنا T1 وال object الثاني T2 T3 T4 فلما نيجي نحنا هان نيجي نقول هان Array List شايف Teacher وبعدين نكتب Teacher List هدا اسم Array List تاعتنا وانا نعمل New Array List وطبعا نلاحظ هدا احنا لو شلناها عشان نكفي عنا خط أصفر زبط لاحظ هدا لو شلناها برضو بمش الحال لكن احنا عملنا creation لمن لل Array List تاعتنا طب ماش احنا created Array List يعني هدا هتكون عندي اسم Array List هدا موجودة في Stake انا حاول طبعا اربطك فالأخذنا المحاضر الفاتت وعاجز تتخيل كيف بتم تخزين ها داخل الرام فال Teacher List هتكون موجودة في المين هدا موجودة في Stake وحتشير ل Array موجودة في الهيب لان هاد Array هاد Array هتكون اساس مكون كلها من 0 لان ما في ش فيها Objects فعليا احنا ما عبناش فيها ما عطناش فيها Objects طب سؤال هانا قديش حجم Array List طبعا الDefault تاحها هو 10 الDefault تاحها 10 لكن هي طبعا ممكن تزيد وتنقص بشكل Automatic هدا هي الميزة احنا منحدد الشان اساسا الحجم تاحها طيب الان العملية البعديها بعد ما احنا انشأنا Array في الهيب Array List في الهيب عايزين طبعا هو نعمل نضيف فيها Objects تعيننا فطبعا هنستخدم هنا مثل اسمه Add فحنيج طبعا Array List هننا teacher list هدا اسم Array List تمام Doct طبعا هنشوف انه هاد Array List الميزة فيها بينها كتير فيها Methods واول Method هنشوف مع بعض اللي هو Method تعال Add وبيخد هو Objects يعني هنضيف Object T1 جوا مين في اول عنصر في Array List تاعتنا اللي هي اسمه Teacher List وبعدين اللي هنضف T2 T3 T4 طبعا لاحظ هدول أريد احنا مين انشأناهم already مين الربط ربطناهم طيب الان هنه فصارت عندنا T1 T2 T3 T4 هده هم Element تعين Array List تاعتنا وكل واحدة تشير له اللي هو Object خاص بها في الهيب واللي هم كون من Attributes هدول زي ما شفنا بالتفصيل المحاضرة اللي فاتت طبعا في طريقة تاني هن انا ما فيش داعي ان انا انشي Objects مسبقا ممكن انا اعمل مباشرة شايف ان اجي اعمل زي هيك واكتب هنه Teacher List واضيف لاحظ dot add وهنا هكتب وهذه هي اللي تختلف عن اللي انا ما فيش داعي ان اكون منشي يعني Object مسبقا لا انا مباشرة اعمل هنه New Teacher وانا برضو يعني هاد اللي هاد الى Object اللي هنا element الثاني element الثالث element الرب لو عملنا هنا 20 واحد زي هيك هينشي لي 20 element اللي هو في array list تاعتنا طبعا اللاحظ هنه كل ما نعمل statement زي هدول هيزيد عندي مين عدد elements تاعت array list تاعتنا بشكل automatic وطبعا هاد ميزة وهاد من داب المفارقة بين array list ومين وال array طيب هيك احنا شفنا مع بعض كيف احنا بنضيف objects داخل array list عن طريق المثود اللي هو add method طيب طبعا احنا في عنا امكانين نعرف قديش size تاعة array والsize هنه هيعرض لمين اللي هو number of objects stored in the array list طبعا هيكون عند الreturn type هو integer ولاحظ جينا هنا عايزين نطبع list size teacher list dot size مباشرة هيعطيني كام 4 طبعا على افتراض ان احنا 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 عملنا فقط ضفنا 4 objects لو عملنا قبل هيك في ال slide اللي قبل 20 objects 20 element هيكتب لهنا 20 فالموضوع مباشر طيب الان احنا ماشي الان هاد الobject ضفناها داخل array list تمام كيف انا بدي اعبي بيانات اللي هم attributes تاعة objects يعني الobject الاول عايز اعبي الكلمات اللي هو attributes تاعته لانه اساسا كان by default والfirst name والlast name والmeasure كله هيكون 0 والceller 0 زي ما اتفقنا حضر الobject الاول اللي هو في اول عنصر موجود في مين في array list شو بنعمل كلام حنستخدم طبعا method اسمه get method الget method هنا بيجيب للobject لان لما جاقول له teacher list dot get 0 لاحظ الاندكس اللي هان هدا بشير للألمنت الاول هدا اول element يعني اول object موجود في الarray list لان هذا الobject بدي اعمل dot هان هيعرض ل مين الattributes تاعته تاعت الobject فهنا محنقول له dot first name خزي اللي في عليه هان هان شايف teacher list dot get zero dot last name خزي اللي في كمال dot major خزي اللي في ال IT و dot salary خزي اللي في الرقم 1200 موضوع مباشر فاحنا هان بنعمل access مباشرة للobject اللي موجود غاد عن طريقة dot get zero زي ما احنا شايفين لكن لو احنا لاحظ هاد عملية assigning values ل first object طيب second object كيف بد اعمل فيه هيكون عندي الرقم هنا ايه واحد انا عنا dot get واحد وهعمله first name اسم جديد وlast name الاخره هتوقع انه الصورة واضحة وهنشوف مع بعض احنا مثال طبعا بيوضح التفاصيل هدي كلها طبعا الطريقة التانية لو انا كنت من الاول معرف من object t1 و t2 زي ما احنا شفنا already وانا طبعا احنا يعني مش كتير شاء استخدامها لكن برضو اللي هو نظام العملية access او الاشارة المباشرة نظام dot زي ما احنا خدنا يا الطريقة هاد يا الطريقة هاد لكن هاد الطريقة هي الاشهر وهي هاد اللي هنعتمدها اكتر عن طريق dot get لانو احنا اساسا راح نصل لمرحول نشوف مع بعض مثلا احنا مش عارفين قاعد اشعرض الobject حيكون وهذا الكلام هنشوف من سيناريو مثال طويل عريض بانو هنقرأ من ملف مثلا وحندخل objects من ملف طبعا انا مش عارف قدش في objects في الملف عندنا بعد ما شوفنا احنا كيف بنعمل attributes او نعمل assignment للobject اللي موجدين بالarray تاعتنا lrlist ممكن نستخدم enhance for loop نفس الفكرة لانو هادي list نفس المبدأ مختلف الشيء وطبعا حيريحنا كتير وطبعا الفرمات احنا بنعرف هنجي نقول هنا بما انو elements تاعت lrlist هم عبار عن objects ماشا هو الobject شو نوعه شو type بتاعه يعني هو type بتاعه teacher لهو اسم لكلاس صح فهنقول هنا teacher t وطبعا هاد اسم همين teacher list اللي هي lrlist تاعتنا فهنا هيعمل loop لكل العناصر الobject وحييجي على اول عنصر هان طبعا لما ييجي هنا اول مرة عشان نعرف طبعا الكلام احنا وضحنا هذا الفصل اللي فات لكن اول واحد بيجي على اول element وحيسوي في مين اول object حيسوي في t هنا فبالتالي حيتخزن في address فt حصارت حتشير ل objects الاول في الheap فلما نقول لها t first name اطبع لي العشاشة t last name وال major وال salary حيطبع ل البيانات اللي دخلناها احنا في المرحلة هاد حيظهر على الشاشة بعدين حيرجع كمان مرة ويشوف element الثاني الان حيرض element الثاني first وال last وال major الى اخر وعدين الثالث الرابع لحد ما تنتهي مين كل العناصر او elements او objects اللي موجودين عنا في array list هدا هو طريقة عمل enhance for اللي خدنا قبل طبعا احنا عايزين نعمل output بعد ما احنا ضفنا القيم عرض لهاي علي بعدين last name major IT 1200 ها نحن مدخين اربع اشخاص اللي هما علي وخالد وسعيد وحسام طبعا الحين الشخص الاول اللي هو العنصر الاول هو هايو العنصر الثاني اللي هو مين خالد والعنصر الثالث اللي هو سعيد والعنصر الرابع اللي هو حسام لكن في الاندكس احنا طبعا زي موضوع الاري اخدنا هذا الfirst object الاندكس بتاعه بساوي 0 دائما بيبدأ من في الاندكس من الزيرو والاندكس واحد يشير للأوبجكت الثاني الاندكس اثنين يشير للأوبجكت الثالث والاندكس ثلاث يشير لأوبجكت الرابع اللي موجود في الاري list هتوقع الكلام هذا واضح زي نفس ما اخدنا في موضوع الاري قبل هذا طيب الان انا بقدر اعمل هنا ممكن نحن نشير الابجكت من الاري list تاعتنا هنعمل هنيجي على الاري list هنا ونستخدم المثل وهو ريموف وهنا هستخدم الاندكس الاندكس الان انا واحد هنشير الابجكت هنكون الاندكس عندي هنه بساوي كام بساوي الصفر بزا فلما شلنا احنا وطبعنا اللي هو الاري باستخدام الانهان سفور لوب كمان مرة لاحظ طلعلي علي وسعيد وحسام طيب هما بالاول مين كانوا يعني انوا حتلاحظ التاني اللي انشال اللي هو اش اسمه اللي هو خالد هنه حيساوي كام ثلاثة وطبعا لاحظ هنه لما انت بدك تشيل وين انا ايدم او اوبجكت رموفد من الاري لست هنه لاحظ الاندكس او ايتش ايدم افطر الاليمنت اللي احنا شلناه طبعا حينقص بواحد يعني بالاول كان بالترتيب احنا شانوضح لك الصورة هنه خلينا امحي بس بالترتيب هنه هدك اندكس كانت بتساوي صفر واحد اثنين ثلاثة الان لما احنا شلنا هده هيك عملنا remove شو صارت هاي هده 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 مين اثنين يعني كل اوبجكت بعد الاليمنت اللي احنا شلناه هيعمل decrement او هي السؤال هانا بيقول لي what happened if we did لو قلنا احنا اعملنا الكود اللي هان بدل الكود اللي هان اولا هده هيعطيني error ليش اول شي لما بدي ينفذ الستاتمن هاي هده اللي حينتج عنا صح هوا حيشيل هانا اللي هما الاليمنت التاني وهده اللي حيصفي عنا في الاري list هده الاري اندكس صفر واحد اتنين لما تيجو تقول له هانا teacher list dot remove ثلاثة طب ما فيش انا عندي ايش الو الاندكس ثالث عشانك هاد المرحلة هان هيعطيني من error واضح النقطة هاي فمحدش طبعا لازم تكون دقيق في هاد في موضوع الremove لانه بعد عملية الremove لازم تعمل update انت داخل الرام وتعرف قديش صور الاندكس الجديد للألمنت عشان تشير للألمنت او الوبجيكت الصحيح اللي انت بدك تشيله تاني مرة لانه هاد هايش هينقص عنا بواحد واضح المثال اللي عنا هنا طيب نيجي الان لو احنا عايزين انضيف يعني عمل عملية insert يعني نضيف object في مكان معين لانه موضوع الاضافة العادية هو هيضيف في اخر مكان يعني احنا مثلا الري عنا فيها اربع اربع objects لما نضيف موضوع الاد اللي خدنا في ال سلايد اللي فات هيضيف object في element الخامس لو كمان add السادس كمان بال سابع بالترتيب لكن احنا لو عايزين نحدد بين عايز الobject انه حسب index معين عمل insertion يعني انا عايز اضح حام في مكان معين مثلا بدي ايا يكون انا عايز اضيف الobject الجديد هذا مثلا في index 0 1 2 بنفع طبعا بزبط معنا وحنجي نقول هانا نستخدم add هو نفس الاد اللي استخدمنا لكن اختلفت عندي هانا اللي هم من الparameters هذا الصفر يشير للindex انه وهذا حيكون له عبارة عن object فهو بقول لي هانا اضيف للobject t3 حطي اللي في الindex رقم 0 يعني بالتالي هو هيصير مين اول واحد فبالتالي طبعا t3 هو الobject احنا عرفنا قبل هيك في السلايد اللي فات او من هنا ممكن نيجي نعمل بدل ما نعمل t3 هنستخدم مين .get .get اللي هو 3 او .get 2 لو ما كناش احنا معارفين الobject بالرموز زي هيك بسمين بشكل مباشر طيب فلاحظ انا بقول t3 object will be first object تمام وهو دير بالك هو هنش بي عمل هو نسخ يعني هو فعليا هو كلمة سعيد هو هذا object t3 فهو اجه هن على t3 و اضافه وين اضافه في ال index الاول طب هو فعليا كانت هما 1 2 3 element لكن هذا هو t3 هن t3 اسم object على فكرة ما اكيش index انا فاخد object اللي هن وعمل عنه copy نسخة واضافه وين في ال index رقم صفر عشان هذا العنصر اللي هن واللي هن نفس الشيء هو نسخة عنه هو نسخة عنه مش انه نقل ليس عملية نقل لا مش انه بينجل من يعني هذا ما تغير ش عنده وبالعكس كل عملية insertion هيزيد عندي عدد ال index لانا هيزيد عندي element جديد وهذا كلام لاحظ بقولك يعني كل when item is added at specific index طبعا لاحظ هنا عدد items will be increased by one وهذا الشيء طبيعي والsize تعال array less طبعا في كل insertion هنا هتزيد عنه واحد واضحة النقطة هاي تمام ممكن نعمل عملية replace replace هنا نعم هنا بأنه بيعمل override على objects معين وهذا طبعا موضوع بسيط لو تتخيل انت في الرام لانه فعليا هنا طب خيرا نشرح بالأول احنا هناش عامل هو عايز يجيب اولا T4 اللي هي تاعت هاد هاد الobject T4 رقمه نمحي بس لسكراش هنتخضح الصورة وقال لي انا عمال اللي هو replace مدام sit معنط عملية replacement يعني override فهو هناش يجي ينسخ الكلام اللي هانا هيك وهيعمل override لها يعني هيشيل object اللي هانا هيك ويحل يعني فهو بيقول لي أنا T4 الobject طبعا هي replace مين اللي هو الobject اللي موجود في index zero فالناتج عنا زي ما احنا شايفين يعني نقارن بين هاي وبين هاي لحظ هذا هو الناتج وكانت بالأول هي زي احنا ما وضحنا فعمل عملية طبعا اللي هو insertion وضاف اللي هو من T4 ضاف ه في اول طبعا في insertion هيكون عنا في موضوع replacement sorry ما فيش عندي مش هيزيد عندي هنا لان هو فعليا في موضوع insertion فيش عملية addition يعني هو عدد الالمنت كما هو فهنا فهنا احنا عنا هادي لا هادي اعتقد فيها type وهنا ما فيش عندي عملية increase لا مش هايزيد عنده واحد نعم هادي the size of array list will be unchanged نعم مش هرد اغير عملية replacement مش عملية increase طيب اتواقع انه شفنا فبالتالي احنا لو نراجع بشكل سريع شفنا بالاول في موضوع array list كيف ننشئ array في السلاد الاولى هانا هيك هادي احنا عملية creation لل array كيف نضيف objects طريقة هاي او الطريقة هاي اللي احنا عن اعتمدها دائما باستمرار وبعدين شفنا كيف نجيب الحجم تاها عن طريق size method ممكن نعبي اللي هما نعمل access نصل الobject عن طريق .get والindex وبعدين اقدر انا من خلال get اللي هو الindex نصل للobject المعين وابدأ اعبي في الattributes تاعته عملية assignment ممكن نستخدم enhance for loop نفس الفكرة في الarray ممكن نستخدم المثل تاعة remove والremove هنا مع الindex حيشيل الindex حسب الobject حسب الindex عملية الممكن نعمل insertion يعني هنضيف مثلا object معين وحننسخ ونضيف حسب الindex الجديد وحنعمل له عملية push يعني بمعنى لاحظ احنا عشان نوضح عملية الinsertion هان لاحظ ولما اضاف هنا هو فعلا عملية push فهذا صارت عندنا الindex 0 1 2 3 فعليا قديش كانت 0 1 2 فلما عمل هو insertion هان هاد صارت صفر الجديدة وهذا صار لها increment هاد صار 1 وهذا increment 1 وهذا صار رقام 3 زي ما احنا شايفين هان واخر شي شوف نا مع بعض كيف عملية replacement كيف نعمل replacement لأوبجيت معين وهي كده احنا بنكون شوفنا الأشهر طبعا المثود اللي احنا معنيين فيهم في l-array list نشوف هنا مثال على السريع ليوضح استخدامات هاد المثود الخاصة بال-array list طبعا في عنا class احنا مكون من 3 attributes سنحاول عشان الوسع وجينا هنا اول شيء انشأنا طبعا هادي بالزام مش نضيفة انا عد redundant وطبعا هادي هادي عملنا teacher list تاعتنا هنحنا created اللي هو l-array list تاعتنا والtype الobject هيكون if type teacher هاي class تعنا وبعدين هنعملنا هنا for loop انشأنا 3 objects لأن حيبدأ من صفر لواحد لاتنين فعنا 3 objects لاحظ حين كونت عنا لثلاثة objects هذه l-array اللي استعتنا طلبنا نجيب size تاحة هيطبع لي كام هنا هتطبع لي طبعا 3 انه في عنا 3 objects جينا اول شي لاحظنا قعدنا نعبي بيانات للfirst والlast والseller لمن الobject الاول لاحظ هيضفنا علي وكمال لget zero get zero get zero بعدين الobject الثاني ضفنا فيه خالد ووليد و1100 الobject الثالث زي ما احنا شايفين اللي هو سعيد وعادل و1500 بعدين جينا هنا ضفنا كمان object فصار هنا لهم object 4 object فانا هشيل الobject الرابع عن طريق الاندكس 3 وضفنا له برضو سمينا حسام و احمد و 1800 هذا الobject الرابع بعدين جينا عملنا هنا كمان مرة ضط اهد new teacher يعني ضفنا كمان واحد فالsize عندنا صار كام هنا يعني هما كانوا 3 3 وهنا 4 وهي مين وهي عندنا 5 هيك فصار عندنا size هنا بيعطيني 5 هيك حيطبع عندنا على الشاشة بعدين جينا هنا واستخدمنا enhanced for loop وعملنا زي ما انت شايف teacher t teacher هادي اللي هو type تاع object وقال اطبع لي كل الobject اللي احنا انشأناهم حتلي first name last name والcelary طبعا هيطبع علي وكمال 1200 خالد وليد 1100 سعيد عادل 1500 حسام احمد 1800 لكن تم عندنا مين الخامس شو هيطبع في الخامس هيطبع 0 0 وانا ش هيطبع 0 لانا هدي default value تاعتها هذا الكلام احنا شرحناه بالتفصيل ولاحظ احنا هيتسايف اول مرة بعنا size 3 بعدين size 5 بعدين طبع عنا اللي هم الابجكت الاربعة واخر اوبجكت الخامس طبع عنا ايا كنول زي متى وشفنا جينا هنا عملنا عملية remove وشلنا العنصر الاول الابجكت الاول الابجكت لا اربعة طبع اطبع لي اياهم بعد احنا مشلنا الابجكت التاني فحيطبع لي هدول نفسهم طبعا هيتطبع لنا اربعة بس بدون مين حيشلنا مين اللي هو خالد وبالفعل لاحظ علي وسعيد وحسام والنل هم هم وشال من خالد بعدين جينا هنا ضاف الان عمل عملية insertion وهدف insertion هنا لاحظ جاب لي teacherlist dot get to يعني بالضبط هده اللي نعمل بحكي لك اياه هده الابجكت مين الابجكت التالت الابجكت التالت اللي احنا انشأنا اللي هو كان مين باسم مين الهو حسام لانه فعليا هان صار لها update الاري تاعتنا هده هو الابجكت خلينا اقمح هنا بس هده الابجكت رقم صفر اوبجكت رقم واحد هذا اوبجكت رقم اثنين وهذا اوبجكت رقم ثلاث فلما قلت له انا get to انا هان يشير للمين وشير الابجكت اللي هو اثنين اللي هو يعني هو التالت معنات اللي هو حسام احمد فعشان نيك اللي هان عمل ليش الو يعني insertion وحط لي وحترجع لخمسة عشان طبع اللي هنا خمسة وهجب اللي مين شايف هاي حسام صارت بالاول هي نفس حسام اللي كانت بالمركز اللي هو التالت كأوبجكت زي ما اخذنا احنا في الاسلايد اللي قبل الان جينا هنا واضف نكمان element يعني قال لي هان لاحظ الان teacher هنا هاي شايف كيف قال لي هنا عملية set الاولاني كيف هدا حيطلع معنا تعال نشوف الابديت اللي صارت في الاريل استعتنا طبعا احنا عندنا هذا هو الاندكس صفر واحد اثنين هذا حسام ثلاثة كمان مرة وهذا اربع اللي فيه نول من هو get ثلاثة الابجكت هاد اللي هو برضو مين اللي هو هاي حسام نفس الشي احمد اعمل ريبليسمنت للعنص الابجكت الاول اللي هو برضو حسام نفس مش حيتغير شي نعم هو عمل overrate على نفسه عشان اتطلعت هاد وهاد كمان مرة نفس الشي اتوقع ان هذا مثال هنا يعني الشامل ووضح لنا اللي هو اهم المثود اللي احنا بنحتاج ها في الاريل وبدأ نلاحظ بالفعل مدى الاريحية في استخدام الاري مقارنة بالاري طبعا هذا مثال هنا مثال مهم هذا application للاري list واللي احنا مستحيل كنا نقدر نعمله باستخدام الاري وهذا مثال هنا انه بيقول لي في عندنا فايل وهذا الفايل موجود في الداة زي ما انت شايف بيكتب لنا مثلا الاسم first name last name وهذا الراتب وهنا true يعني انه هو شغال ولا لا فهو بيقول لك هادي قائمة احنا يعني اجا شخص وكتب البيانات هدول التعين مثلا مؤسسة معينة وهذا الملف اللي موجود عنا في اللهم entities هدول هدو واحد اثنين ثلاث اربع خمس ست سبع موظفين عنا او teachers سميناهم احنا ومعطيك انا في الملف فدلان احنا هنعمل عايزين ناخد الملف اللي هان وهذا ملاحظة كتير مهمة لانه في الريلايف بيصير الشغل زي هيك فعليا انت بالعادة ما بتدخلش يعني تعبش الاتريبيوتس مباشرة من خلال المين زي ما احنا شفنا قبل هيك هو هدو اخد كله من فايل فبتلاقي ملفات جاهزة فيها مئات الموظفين باسماهم فاحنا دورنا برمجيا كيف انا بدي امسك الكلام هنا هيك وهذا احطه في الابجيكت سليهان يعني انا بدي اسكير كلمة يحيا يعني بتدعم الابجيكت الان والابجيكت الاول بدي يكون يحيا واللست name عامر والسلري تسعمية والستيتاس تترون يعني الاسم بعدين السلر 1500 بعدين ترو انه قايم على رأس العمل الحالة الابجيكت الثالث وال الفرس name وال last name حسام والراتب 1420 وطبعا الحالة تاعت انه false مش قايم على رأس العمل وكمل طبعا نفس المبدأ واضح الان اش المطلوب من البرنامج يعمل فجينا هنا احنا اولا هننشئ عدد العناصر اللي هن يعني ممكن يكون هنا خمس بغض النظر ممكن يكون 1000 ممكن 2000 ما بعرفش مدام احنا ما بنعرفش العدد اللي حنستخدم لل array فلس طبعا هنتجه الاستخدام لمين لل array list طيب فاحنا انشائنا هنا array list زي ما انت شايف وسميناها list بعدين عملنا طبعا فتحنا الملف عشان نعمل access للملف اللي هنا اللي هو اسمه teach folder teacher اسمه ta زي ما انت شايف اسم الملف text وبطبعا نخذنا الكلام هذا file f16 بعدين عملنا scanner scan عشان نقدر عملية reading new scanner f16 اللي هو الملف تعنا بعدين جينا هنا وعملنا scan dot طبعا هنستخدم has next line لانا هنقرأ line line طول هنقرأ line line وبعدين نيجي هنا يعني طول ما في lines عندنا هنقرأ يعني بالتالي همر على هدول كل هيتهم فهنيجي بالأول هنقل scan dot next line طبعا next line اخذنا ها هيمسك السطر هادي هيك كلها في الحالة هادي هيك وحيخذل ليها في مين في string st طيب بعدين شفنا الجمل هاد هاد الجمل عشان تقدر نفصل ما بينهم خلينا نوضح الملاحظ هان كتير مهم الان هو عايزين نحن نفصل هم عن بعض تمام مرة نحاول نوضح النقطة هاي هنجي بيصال إلا مت الأول وهيتخزن في مين في المتغير st هاي تمام الان قل لك هنا في command في string اللي هو st dot split هنجي اول مرة هنجي نستخدمه لكن هذا كلام هتشوفوه بشكل أكتر في العمل او انتو تجربوه على الأقل وعملت موضوح هنا splitter اللي هو هستخدم يعني هيميز الكلمات هدول بينان على ايش فقلت الفراغ فسبت هزا هيك يعني نفصل لي يحيا عن هادي الحال وهادي الحال وهادي الحال وهادي الحال عنا هنا أربع هيكون أربع قيم يعني أربع element طب تمام مدام أربع element يبقى لازم يخزنهم في array وفي strings طبعا بنفعش غير هيك لازم يكونوا في array وبالتالي هنا element ستكون عبارة عن string array مكون من أربع element الأول سيكون في يحيا element الثاني عامر element الثاني اللي هو string 900 element الرابع string true كله string بعد هيك بدي أنشئ أنا object أضيف object مين في list تاعتنا هان مش إحنا ضفنا array list فأول object إحنا أنشئنا هاي أول object وهذا object لاحظ أول object طبعا هستخدم dot get أبعا أول مرة هتكون عندي مين صفر فهو أول object وحقول dot first name إيش أخزن في first name اللي هو element zero تاعتنا اللي هان فبالتالي في first name تاعت الاول حيتخزن عنا mili string يحيى ممتاز الآن بعد هيك هنخزن الان element واحد اللي هو element الثاني اللي هو في الحال هاد مين عامر داخل مين last name تاعت الاول اللي موجود وين في الريلست أتوقع أنه النقطة هنا واضحة الآن لو جينا على المثال اللي هان هذا الرقم 900 لكن هو grab string فأنا بدي حوله من string له رقم 900 لأنه عايز أتعامل مع أرقام وهذا عند القيمة بدي حولها إلى boolean أنا مش عاد ش قرال إياها ك نص ك string لأنه هتفرج معي الآن في element 2 يعني element 2 900 ك string حول إياها ل double واتفارمت ك double وخزي إياها في مين في الريل لأنه لو عملت أنا بدون الكلام هاي قلت له هيعطيني مين error ليش بعطيني error لو قلت له خزي لي فقط element 2 يعني هو 900 ك string جو seller اللي هو double هيعطيني error بنفعش نخزن string جو double عشان بنحلي المشكلة هاي بنحن نستخدم من اللي هو method parse double واضح نحن معارفين انه هو يكون double اللي بعدين نفس الشي الال element الرابع واله index 3 اللي هو يعني في الحال هاي true حيكون عندي بديش أنا بنفعش أخزن string جو status لأن status type تاح boolean فبالتالي لازم أستخدم أنا boolean parse boolean لاحظ نفس المبدأ نفس الفكرة هذا بيحول من string ل boolean value هيك أنا قدرت في العملية الأولى في اللوب الأولاني لما كانت i بتساوي صفر هنا هيك يعني الobject الأول خزنت أنا بعد ما أصل لل line اللي هان بكون خزنت أنا يحيا في first name عامر في last name 900 ك double جو salary و true ك boolean value ل status لل object 1 أول object إذا نعمل i plus plus ونرجع كمان مرة في عند next line آ في next line بالتالي سيأخذ line اللي بعدي سيخزن وين برضو في st من أول وجديد لاحظ بعد سيكسم خالد لحال وعلي لحال و1500 لحال و true الارب هنخزن في l-ray كمان مرة في element من أول وجديد وبعدين الان هنضيف object جديد لأن object الثاني اللي هنرمز له بالرمز جت الواحد كل هده هتكون عندنا جت الواحد وحنخزن الان كلمة خالد في first name تاعة الobject الثاني وعلي كstring في last name تاعة الobject الثاني و 1500 هنخزن ها ك double value جوا seller تاعة الobject الثاني و true هن ك boolean value هنخزن ها في status تاعة الobject الثاني وطبعا بيستمر الكلام هده هيك object الثالث والرابع والخامس لا حد ما يخلص عندي فش يبطل عندي اللي هو ايه فش عندي هز next line يعني وصلنا له هنا هيك احنا بيعمل processing لكل اللي هم lines اللي هنا هيك وبعد طبعا لازم نسكر الملف وهنا عاملين زي ما انت شايف اللي هو enhance for loop وانا حضرت هنا شرط عشان ان احنا نشوف انه ليش مدى اهمية انه يتعامل مع هدو ل coboolean value قيل له انا اعرض لي مثلا انا مش عايز اعرض كل ال objects لا انا اعرض بفقط ال objects اللي هم مشغلين اللي هم مشغلين يعني اللي ايش اللي قيمتهم true وبالفعل لاحظ هنا في output عرض لي مين بس اللي كلهم true انما false ما طلع لي شي يعني الناس اللي قائمين على رأس عملهم في 1500 مثلا فهنقول t.celery اكبر ويساوي مين اللي هو 1500 فاللي هيطلع على output تاني هذا هتطلع هذا مش هيطلع هذا هيطلع وهذا هيطلع وهذا هيطلع وهذا هيطلع في output واضح انا فبالتالي عشان هيك انا هذا لاحظ موضوع الفلتر هنا عندي صار مهم طب انا بدون ما اقدر ان بدنا هنا نلمس اهمية الريلست وبدنا نستشر هنا يعني عالم الobject oriented فيه اريحية في البرمجة لانه هذا real life example هتمنى يكون هذا المثال كتير واضح وضرور جدا انك تكون فاهمي بكل تفاصيل طيب نكمل مع بعض الان هندخل على الشقة التانية تاع الميثود طبعا احنا المحاضرة اللي فاتت انتهينا او احنا كان كل تركيزنا على الاتريبيوتس شفنا الاتريبيوتس كيف عملنا معها تاعة الكلاس اليوم هنكمل مع بعض اللي هو المثل لان احنا اتفقنا بين الابجيكت الالداتا تايب بتاعته special داتا تايب اللي هي يعني الكلاس قد يحتوي على اتريبيوتس اللي هي مكون من بانواع انتجر بوليان string الى اخره زي ما شفنا بالاضافة ممكن يكون الو method وهذا method خاصة بهذا الابجيكت method بنستخدمها يعني هي صارت كتله واحد method زائد الاتريبيوتس طبعا المحاضرة اللي فاتح انا اشتغلنا في الاتريبيوتس الان المحاضرة هنتطرق لموضوع المثل اللي خاصة بالكلاس اللي هي يعني اللي اللي هتعرفني وهذا التعريف فانا يعني ربما موضح صورة قال اللي لاحظ class method هو method exposes يعني هيعرض للbehavior تاعت الابجيكت لانه لازم يكون related للابجيكت طبعا موضوع method والformat تاعته احنا اخذنا قبل هيك هذا طبعا الرسمي من محاضرات الفصل اللي فات واذكرك احنا طبعا اي method مكون من five components الcomponent الاول هو الaccess specifier public protected private default طبعا احنا هذا الشق الاول لكن احنا مبدئيا في الوقت الحالي بس هنركز على public والprivate ونقراهم الprivate كان انه بنقدر نعمله access من كل classes اللي في الابplication لكن لprivate ما بنقدر نعمله access خارج لclass يعني فقط لازم يكون only within the class هذا هنشوف كمان شوي فتركيز مبدئيا على public والprivate لكن قدام هنتطرق على protected والdefault ونشوف توضح الصورة طبعا للمفارقة بينهم كلهم هذا الشق الاول تعمين الaccess specifier بعدين شفنا return type وشفنا مع بعض بشكل مفصل طبعا نوع void ما بيرجعش قيمة لكن في عندنا الانتجر والبوليان والfloat والضاب الى اخير وحتى شفنا الarray وحنشوف مع بعض المحاضرة الجاي موضوع اللي بيرجع الobject يعني نفس الشي ففي عنا نوعين يعني value return function او void function بعدين اسم function وحكينا موضوع اسم function او method اللي بيتتبع نفس الرولز والقوانين لتسمية الvariable العادي وبعدين شفنا حادي اسمها الparameter والparameter هذي طبعا طبعا ممكن يكون اكتر من parameter عنا واخر شي موضوع method body اللي هو اللي انا جواته بدي اكتب statements اللي حيتم اللي حيعملها هذا مين method طيب تعال نشوف مع بعض example ل method في class الموضوع كتير بسيط احنا طبعا المحاضرة اللي فادر شفنا بالتفصيل كيف نعمل كلام هذا attribution احنا بصدفنا الان هنا مين عنا method في class فلاحظ احنا في method قاعد استخدام ال access specifier هنا come public وهنا كان هذا بعدين وبعدين هذا value retain value void ما بيرجع شي يعني وبعدين هذا اسم method وما بيخمله parameter وهذا هو body شو بيعمل method هات تعسي هلو هيطبع لكلامة هلو java على screen طيب الان هذا هو method تعنا اللي خاص في class كيف احنا بنعمله access طب احنا تعود نحنا في attributes كنا طبعا ننشي object هن احنا انشأنا وصل لمكان في الهيب وهذا الobject اسمه r اللي بيحتوي على العنوان اللي يشير للمكان تاع الobject وطبعا احنا عبينا قيمة خمسة وين جو attribute length وبعدين 6 خزناها في object dot worth وبعدين جينا هنا قلنا له اطبع لنا الarea مثلا اللي هو حاصل ضرب بالlink في width حيطبع لنا المساحة وبعدين عملنا method call جينا قلنا r dot لاحظ say hello اسم المثود اللي هان فبالتالي حيجي هو هان هيك وحينفد وحيطبع لنا على الشاشة كلمات hello java فاللي صار عندنا هان داخل الرام زي ما تعودنا هاي الار اللي جو المين اللي هو جوات العنوان اللي يشيل للمكان اللي هو جوات الهيب ولاحظ هنا value اللي عنا خمسة وستة بعد ما نفذنا الكلام اللي هنا هيك لأنه كانوا بالأول صفر 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 بصار خمسة ستة وبقي اللي هو color null ال default value ال initial value وبعدين احنا عنا لما جينا سادعي ن say hello طبعا هيرو على say hello يبدأ القصة زي طريقة نفس اللي عملنا لها access ال attribute نفس الطريقة بنعملها access لمن للميثود اللي جوات لclass طيب تعال نشوف مثال تاني هان هذا مثال نفس الفكرة لاحظ هنا عاملين هنا مثل تاني اسمه calc area وقال لهذا طبعا value return مثل هنا هذا بيرجع الانتجر فبالتالي لازم مدام بيرجع مش void لازم يكون عندي قيمة هنا return واشي رجع طبعا هو بيرجع لل link وال width يعني لما نخزن هان طلع احنا انشان object خلاص ال object اللي هان برضو اسمه r وخزن في link تاعه اللي هو 5 وال width 6 فاضرب لهان 5 و 6 طب سؤال هان لو احنا مخزن اش اش يعني هدا ما كانوش موجدين حيضرب كيف بدي يحسب ال calculate area بدي يجي هنا ال initial value تاعتهم اللي هما كيم من 0 0 وبالتالي حيرجع لل 0 لكن انت لو انت غيرت قيمة ال link وال width من اول و جديد زي ما شفنا طبعا بالتفصيل المحاضر اللي فبالتالي قيمة ال link وال width تاعت ال object حيكون فيها 5 و 6 بالتالي هانا حيضرب لخمسة في ستة يعطين 30 حيرجع ل30 عشانك لما قلنا area تساوي ارض اش هطلع لهانا 30 اتوقع انه المثال الواضح طيب الان بقول لي الملاحظات اللي عندنا الان انه it's common practice يعني من المتعارف عليه فعملية البرمجة to make all the classes fields private هو بيقصد هنا على هدول 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 مش صح انه نعملهم مين public مش قصة مش صح والافضل هنعمله private يعني ههيك المتعارف عليه في البرمجة احنا مش عايزين direct access للاتريبيوت هدول طيب احنا هنعمله private وهذا هنعمله provide access طيب اذا عملتوا private مش هنقدر نصل ليل ونعمله access زي ما هنشوف فبالتالي هنصل للاتريبيوت هدول من خلال methods يعني بشكل غير مباشر يعني هنعمل هنبدأ نضيف قيم خمسة وستة هان في linked في width عن طريق methods مش مباشرة زي هيك هنشوف الكلام هدو بشكل افضل فبقول لي هنا in other words a class usually has private fields وبيحكي على attributes هنا والmethod عنا بيكون public طيب شو يعني private هن نبدأ نشرح كلمة private هنا لما بيكون عند private access specifier is applied to a class member بقول لي هنا هذا الممبر يعني لو كانت هذي الكلمة برايفت بدل public هذي الكلمة تاعت link cannot be accessed by code outside the class هنشوف الكلام كمان الشوية بنقدرش مش هيشوف ها اساسا وهذا الممبر can be accessed only by methods that are members of the same class زي ما هنشوف كمان الشوية ال public الان بقول لا ال public زي ما تو شفنا في public access specifier لا يا class member يعني هن الممبر هذا can be accessed by code inside the class او outside يعني هذا اللي هن هذا اسمه inside the class هذا اللي هن outside the class هذا عشان public زي ما انت شايف هدول قدرت انا مباشرة اعمالهم access وصلت لهم فش عدنا مشكلة لكن لو هدول كانوا private بنفعش هن هيعطينا ايش مش هيوزبط معي هيقول اللي بنفعش نعمل access لprivate element خارج لclass نشوف مع بعض في السلايد اللي جايد تعالوا نشوف هنا مثال جينا احنا وعملنا هاد القيمة زي ما انت شايف private هد عملناها private مدام عملناها private هيعطيني error ليش ليش عطاني error هنا لانه انت هنا قيل له r.link والله هس كيف معلم عليها بالاحمر هو الفيلد هدا بالذات انما هو لكن لاحظ هنا مفيش مشكلة لانه web ثم انت عمل اياه من public والstring نفس الشيء وين error اجاني error اجاني هام هو بقول لك احنا بنشوف يعني object dot length بنشوف اساسا كيف بدك اياه خزن خمسة في مكان انا مليش حق الوصول له لانه private وانا مش هيعطيني error لانه هاد الفنكشن عندنا اول method برضو public بس وين فقط تعطاني error في الحالة هيك ليش لانه هاد الاتريبيوت dot length هانا عاملينه ايه عاملينه private وكمان هتلاحظ الكلام هاد لما تيجي انت يعني لاحظ احنا في الكود اللي هان بعد ما كتبنا الكلاس اللي هان هيك وحددنا انه هاد الكلمة تكون private جينا على main وقعدنا نحاول لما نعمل r dot مباشرة بتلاقيه بيعرض لك هنا اللي هم الاتريبيوت تاعته وحتى المثود بس فقط public منه عشان لما حطيت r dot هنا زي ما انت شايف عرض لي بس color و width و calc area ليش هاي color لانه width public والcolor public والcalc area public لكن دير بالك مش نبين عندنا مين اللي هو length لكن بمثال تاني هذا مثال لو كنا عملي length عندنا public زي السلايد اللي قبل لما نعمل r dot لاحظ هيعرض لي هنا automatic color وال length وال width لاحظ لانهم هدول حيكون في الحال هادي public هاي معنا public وهاي معنا private لقول لي هنا we cannot see نحن بنشوف الprivate field length nor access ولا بنقدر نعمله access from outside the class يعني المين اللي هنا هذا يعتبر هنا هيك هذا outside the class ولا class هاي the class اللي هنا خلاص لكن فرضا لو جينا هنا قلنا length يساوي 5 على سبيل المثال فيش مشكلة لبعطينيش error لانه بتقدر تعمل access to private data within the class طيب تعال نشوف هنا ال issues تعت private field حيمثال ثاني راحز انا ش عملت هنا راح عملت private length و private width و private color لكن العام لو public مين هو المثل تاع calc area راح جيت كتبت في المين هنا فطبعا الكمبيلر هنا هيعطيني two error من هما error الهان واللي هان ولاحظ هنا اللي صار معنا بعد ما احنا كتبنا زي هيك الرسم عندنا اختلفت لاحظ وكيف بدي يصير آلية عمله في الرام حتختلف لانه فعليا هنا هذا ال r او ال object بقدرش اجي اقول r.length ولا r.width ولا r.color ليش لانه معمولين هنا private فلاحظ عندي لاحظ يعملك بالسوم الاحمر زي هيك وحطلك عليهم علام ممنوع يعني هذا forbidden بقدرش بشوف هم مش اساسا لكن في عندنا سهم اخضر هاي زي ما انت شايف على المثود اللي هان ليش هنا في عندي سهم اخضر يعني في access بقدر اصل للمثود هاي ليش لانها public طيب لكن لاحظ هاد المثود اللي هان هاد بيشوف مين هاي شايف استخدم ال link وال word عاد فيش مشكلة لانه بيشوف هم اساسا عشان انا عامل من هان سهم بودع ال word لكن من وين جاي وبودع ال link من وين جاي من المثود فالمثود بفيه علو access فيش مشكلة يعني هادولا بتخبوش على بعض لانه من نفس ال class لكن من بره من هان اصل لل private بقدرش فقط بقدر اشوف مين اللي هما public طيب عشانك انا هيعطيني two error مش حينفع بنفعش طب لحال المشكلات شو نعمل نحول هادول ايه نحول هم نحول public لكن بيقول هان تعالي شوي ليش احنا هان لا ينصح بتحويل هذا اولا طبعا لو عملنا زي هيك لو حوالنا نعمل access to private field بيقول لك compiler will be if we try to access a private field واضح from outside the class زي ما شمنا في المثال اللي هام احنا هنا حوالنا نعمل access to private field from outside the class قلنا لك هادا outside the class الان بيقول لي انا بدي حاول يشرح ليش احنا بننحاول دائما نكون ميالين او المتعارف علينا نحاول دائما كل الاتريبيوتز تاعت اللي class يكونوا private ليش فبقول لي هانا by using private access modifier a class can hide its data from the code outside the class نعمل عملية hiding للاتريبيوتز اللي موجودة في الكلاس could be any accident could be other reasons لكن هادا هو المتعارف عليه وبقول لي هانا it's common والمتعارف عليه common practice to make all the class fields private كلو نعملو مين private زي ما حكينا ونعمل طبعا احنا 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 لازم نعمل هانا عايزينو provide لازم تعطيني انا public method عشان نقدر نعمل access ونغير مين هادول هادول private طبعا ماشا طبعا اذا انت عملتين لهاد private هادولا كيف الان بدي اعب فيهم قيم فاصبح انت لازم تزودني بيقول لي في method جديدة هاد المثود هتسمح لي ان اغير انا ايش اضيف قيم في الاتريبيوتز هادولا واضح؟ لكاللاحظ اللي اختلف هانا بانه هادا كلام مش مباشر واضح؟ يعني مش مباشر هانا عملية تغيير هادا direct access لمي للاتريبيوتز لكو عايزين احنا نضيف هانا methods هيكون عندي عملية التغيير هانا indirect فبقولنا احنا هانا هادا الكلام this ensures that the object owning these fields is in control يعني لا يمكن حد يجي يقدر يغير في هادول الا من خلال methods من طبيعة الobject نفسه يعني الobject هنصر هو ليش عنده كل control الاتريبيوتز تاعته طيب فبقول لي هانا method جاب التالي احنا اليوم انتقلنا لموضوع بانه اتفقنا بانه كل الاتريبيوتز لازين يكونوا private ماشي طبعا عشان نقدر نعملهم access انا بقدرش اعملهم direct access زي هاي شو الحل الحل ان هانا استخدم هانا method جديدة هعمل بحكينا هاد المثود عشان تعطينا صلاحية وتسمحلي ان انا اقدر access من اللي هما الاتريبيوتز اللي هانا فبقول لي a method that gets اللي بيجيب او read يعني اللي بيقرأ اللي هو value from classes field but does not change it ما بغير هاش is known as accessor بنسمي accessor مثل شو يعني احنا عارز يعني انا مثال لو جينا هان طبعا سيبني من هانا هيك لو احنا حاولنا نقوله مثلا اطبع لي r.length برضو هيعطينا error لانا r.length مش موجود لانها pride فبقول لي اول method عايزين نقدر نقرأ بالاول ايش مخزن في هاد في هاد الvariable هادا اللي بنسمي مين accessors المثود التاني stores هادا بيخزن او بيكتب a value قيمة in the field or changes the value in the field بنسمي ايش mutator method فبالتالى في عندي two methods في عندي ايه two methods المثود الاول اللي احنا بنسمي هادا المثود الاول اللي بيقرأ القيمة مثود التاني هو بيخزن قيمة يعني واحد read واحد write بكل بساطة فاللي بيقرأ read بنسميه accessor method واللي بيعمل write بيكتب في ال في ال في ال في ال في ال بنسميه mutator متور او مصطلح اعام القتر والستر فبقول لي انا في ال rectangular class زي ما حنشوف المثود حنجيب get length يعني طلح هنا حاجين نعمل حاجة اسمها get length وحنجيب حاجة اسمها get width هذا بنسميهم من accessors او getters من كلمة get جايين والمثود اللي هم هيخزنوا قيم زي ما حاولنا احنا هان المثود اللي هو set length يعني هدا اسم المثود الجديد set length والset width زي ما احنا mutators او الاشتر setters هم الاشتر في الكلام اللي عم بالمبرمجين كلمة getters والsetters طيب تعال نشوف كيف نستخدم setters والgetters تعال نشوف اول شي موضوع setters هان a mutator method اللي هم setters reset او بالاصح write هو المثود اللي بتكتب قيم لprivate variable موجود في الكلاس this gives other classes the ability to modify the value stored without having direct access يعني انا المثود هذا بيسمح لانا احب قيمة في variables هدول اللي هم اللي معملون private من غير معمل direct access لاله بكل بساطة طبعا لاحظ انا بقول المutator method take one parameter اللي هي القيمة اللي بنخزنها فيه طبعا منطقي جدا والtype بتاعه لازم يكون matches type بتاع variable its modifying او its writing حنشوف مع بعض وطبعا ما فيش عنا return value فبالتالي نوع المثود حيكون عنا void تعال نتطلع في المثال المعنى نشغل عادي الان الشغل custom والشغل الصح فالclass الان عندي هاي الثلاث attributes لاحظ private الثلاثة جينا على المثود الاول هذا بدي اعمل set length هنعمل هنا setter set length هنا void ما بيرجعش قيمة وهنا بيوخد طبعا قيمة integer length طبعا لازم يكون هذا نوع integer ليش لانه بدي خزن في المكان اللي هان مين integer هاي معناتي انهم ايش this type matches the type of the variable بنفعش تيبلي هاد يكون هاد float او double بنفعش فالآن منقوله هنا الlin هان اللي هو المتغير lin variable lin القيمة اللي جواته هنخزنها جوة مين جوة length اللي هو هان بكل بساطة بعدين هنا set words هنقوله integer w مثلا الw هنخزنها في مين في what لكن لاحظ نفس type بتاعها نفس type تاع الvariable وطبعا هادولا طبعا ندير بالك لازم يكون المثود اللي عنا لازم يكون public طبعا وكيف هنصل لإله اساسا هادولا هم اللي انت شايف بنسميهم السيترز تعال ايش هيصير عندنا هان فلاحظ احنا بطلنا نعمل direct access سرنا نقول هنا r.set length 8 شو يعني 8 يعني خزن اللي 8 في مين في variable length اللي معمول private لكن لاحظ احنا صرنا نستخدم من المثود تاع set length عشان نقدر يعني التمانية هان شوف نوضح لك اياك مان مرة التمانية اللي هان كلمة r.set length هيستدعم مين هيستدعم المثل اللي هنا خلاص منتاز 8 هات 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 في variable length length هات 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 المتغير length length هات 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 مشكلة عندنا هات طالعا من هات المثل جو اللي بيقدر يغير في القيم بتاعت اللي لكن برات اللي class هنا واضح نفس الشي بالنسبة لمن للوث فاحنا خزنا 8 في length وانا خزنا 8 في width وكأنه احنا يعني هات بدل من قوله عرضة length بيساوي 8 هاد اسمه direct access استخدمنا مين sitters عشان نحط 8 واضح وهنا احنا بدل من استخدم direct access زي هيك استخدم ال sit word عشان نخزن 4 في width direct access ولاحظ طبعا هنا يعطيني output system area بيساوي r.calc area اللي هو طبعا اجه هنا لانه نغير قيمة length صارت قيمتها 8 و width قيمتها 4 عشان عشان نعطان رجع لي 32 واضح طيب الشقة الثانية من الميثور اللي هما القيثار هنا عملية الريد هو هيقرأ فعليا ال access الaccessors بنسموها method return بترجع لي او بتعمل read للvalue of private variable فبالتالي احنا ممكن نقرأ شايف احنا ممكن نعمل access لل stored value عشان نقراها without having direct access للvariable itself طبعا المنطقة هنا انه ما يكون انا عندي الها parameter بس لازم يكون اقول ايش retain value method عشان نرجع لي القيم اللي عايزين نقراها وطبعا return type لازم match mean ل type بتاع variable نفسه we are accessing تعال نشوف هان هدون نفس القيم نخدم من get الget length اولا لازم يكون public ولاحظ رتان value شو الرتان value انتجر هذا الرتان value لازم تكون نفس type بتاع variable اللي عايزين نقراه اللي عايزين نجيب له ايش القتر فلاحظ get length وهنا شوشي هنستخدم مين فش له parameter رجع لمين قيمة length get width return width موضوع مباشر فهذا هم امثلة الget width وهدول امثلة sitters هدول القتر واضح طبعا زم احنا معلمين هانا هيك والان هنحنا بكل سهولة ممكن طبعا نقرا شايف اطبعلي على الشاشة قيمة اش قيمة length و width تاعة الobject تاعنا اللي هو r لان هم هدول private هنقراهم من خلال مين لاحظ هدول المثل اللي هم القترز عشان تطلعليهم على الشاشة فهو قراها 8 وهذه 4 وال calc area اللي طبع 32 اتوقع انه هيك الصورة صارت واضحة مضوع القتر والستر في الرهم تعال اشوف المثال تاعنا اللي احنا شفناه قبل بشوي لما احنا نعمل هانا ننشي create new object طبعا هاد الnew object تاعنا هيكون الvalue كله اصفار صفر صفر وهذه 0 وعند المثل تاعنا get length get worth sit length sit worth و calc دير بالك هدول كلهم بالاخضر ليش لانه هدول لهم public يعني هانا عنا الr او object dot بقدر dot get length r dot get worth r dot sit length r dot sit worth r calc area فش مشكل عندنا هدول هايش لانهم public لانهم public طيب لكن لاحظ هانا ملوش direct access في مين في attributes تاع عشان هدول معمول هانا ممنوع شايف اللي هم بالاحمر بانفعش لكن هاد المثود اللي هانا لها access ل مين لاحظ access لل linked وال wigs فش مشكلة عندنا فبالتالي لما جينا احنا واستخدمنا بعدك عملنا sit link 8 ايش سوى استدعينا المثود اللي هان sit link وحطنا 8 فايش سوى راح اجي هانا وغير قيمة link ل 8 وهاد ال wigs تغير ال 4 زي ما انت شايف في المثال اللي هان وطبعا هاد بقيت النل كمه هنا مغير ناش فيه شي وبعدين هانا استدعى r.getlink .getlink ثانا هايو فحيقرأ القيمة من هان يعني عملها access وبيقراها وبيعرض إياها مين على الشاشة والgetwith بيعرضها من هان وبيعرضها على الشاشة وبعدين طيب سؤال هانا لو انا اجيت وعملت هادي الكلمة مثلا نحن نمح هنا للسكراتش لو هادي عملت private فرضا شو اللي عيصير عند دخل الرم اولا هاد اللي عندي هان حيطينا سهم احمر ممنوع انا هانا بقدرش ايه هذا ممنوع استخدمه بشوفوش مفيش حال اسمه r.getlink وبالتالي مباشرة من حيطينا error في النقطة هاي هانا هيعطينا ايش r هايقولك بنفعش لانه الcalc area هاد المثود معمول private مش public واضح النقطة هاي طيب طبعا في ملاحظة هانا بقولي لاحظ في المثال اللي معنا هان color هادي has no way access at all ملاش access بالمرة from outside the class يعني هانا مفيش عندي لانا ما عملتش هانا set color ولا get color فهذا هتبقى ملهاش access برات اللي class فعشان انا اقدر احط color انا بنفعش لازم اعمل ميثود جديد اسمه get color و set color لايش set color هاد الميثود عشان اخزن انا في 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 variable string variable هاد تكست معين والget color عشان اقرأ ايش القيمة اللي موجودة في مين فهذا المتغير اللي هو string variable color واضح طيب ممكن الكلام هاد احنا نعمله بشكل automatic فبقول لك روح على hyphen net bin you can automatically generate el sitter والgetter method in net bin مباشرة automatic بعملك احنا شوف مبعض هان هنرو على حاجة سما refactor ومن refactor هنرو على encapsulate field هتطلع للشاشة اللي احنا شايفين هان فهنعمل select all عشان نختار كل هدول اللحظ يعني هدول هم التلات variable length width color وهدهم field وهان هينشي لي هان ثلات method للgetter get length get width get color وثلات method لل set 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 length theory factor تعال نشوف مع بعض هنا نكمل ها اه 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 احنا هان نعم هان مثلا عنا هاي الكلاس هدا الكلاس تعنا my array list like last اسمو teacher انا معمولات public لاحظ انا بدل مقعد انا اعمل 6 method ستر 3 ستر و3 قطر automatic بقدر اعمل كلام هاد ولاحظ هرو على refactor ومن refactor هرو على encapsulate field طلعت للشاشة اللي احنا شايف هنا هيك هادول هما first name last name and salary زي ما انت شايف وهنا هنقول select all يعني اعمال ل 3 قطر و3 ستر او بدك تحدد حد بس اختر هم كلهم لاحظ لما اعمل refactor هانا ايش هادول هيتحولوا هيصيروا private طبعا احنا قلنا لاحظ هين عملنا refactor ايس هو لاحظ اول هادول ايش صاروا private 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 كانوا بالاول ايه public هاي ملاحظة بعدين اجه هانا احنا بلاش ها شايف ولا احنا خليهم هون عمل automatic مع comment فعملنا get first name لاحظ هادا والreturn value لازم تكون نفس return value نفس type بتاع اللي احنا هنرد للاحظ return first name بعدين set first name set first name هو void زي ما حكينا وباخد one parameter طبعا هو مسميها first name وطبعا ال first name اللي احنا هنجيبها من خلال المين او من خارج الكلاس هنخزنها بال first name بس هنلاحظ انه في شيء جديد عنا ايش اسمه this هنشرح كمان شوية هادا موضوع this ليش هو هنستخدم this وطبعا للتوضيح بشكل سريع بما انه هاد first name اللي هان نفس first name اللي موجود هان فعشان مايزهم مع بعض انه first name اللي احنا جبناها كارجومنت بننخزنها بال first name تاعت ال object اللي تاعت لclass لprivate فانا هنضيف كلمة this فthis dot هادي ترمز الالمين ترمز لهاي واضح بشكل سريع وحنوضح الكلام هادا كمان slide out name الان get last name هاي خلينا انا يمحيم هدولا عشان يعني يكون في نفس الشاشة نعم واضح هاي لاحظ get first name وهنا عندنا set first name get last name لاحظ set last name هاي القتر والستر بعدين get salary وset salary لاحظ هنطلع كيف الtype بتاعه هاد double لانه هاد double هاد string لانه هاد string زي الكلام اللي احنا حكينا فهنا طبعا طريقة automatic بتعملنا اللي هو موضوع النظام الستر والقطر وهذا هي الconvention او المتعارف عليه بين المبرمجين بانه بيخلينا مين كل attributes تاعة الclass private وهيستخدم هو الان methods الستر والقطر عشان نقدر نغير القيم اللي جواهم او القتر عشان نقدر نقرأ القيم اللي جواهات هاد ال attributes طيب نرجع الان اللي شرحنا هيك اعتقدون هنا الصورة وضحة الكلام اللي حكينا نشوف الان موضوع this اللي حكينا عنها طبعا احنا شرحنا بشكل سريع لاحظ احنا لو احنا عملنا زي هيك يعني هادول private وجينا قلنا set linked بدل احنا ممكن نستخدم اي متغير على فكرة اي variable name لو استخدم ال linked وهذه كانت linked نفسها طب ما احنا عايزين نقول ان linked اللي هان خلينا نغير بس انا عايزين linked اللي هاد عبارة عن هاد هيك قزمة فاحنا عشانك بنضيف هنا كلمة this وهان نفس الشيء كلمة worth اللي هان اللي اجت عن طريق argument اللي ارسلناها خلال parameter هان عايزين القيمة اللي مخزنة هان تتخزن جو ال worth اللي موجودة هان فاحنا عشان نقول هاد ال worth فاحنا بنقول this worth بس length 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 عشان اميز ما بينهم وهدول worth 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 نفس الكلمة فلحل الاشكالية هاد ايش اخترنا هنا ضفنا بدل اللي صارت this length وبدل worth صارت this which الان هاد اللي هنا this link تشير لمن لهاي link ممتاز والlink اللي هنا تشير لمن لل length اللي موجود في البرامتر اللي نتوقع انه الصورة مضحة فلاحظ بقول لي هان انه as you can see there is no error when using the same variable هان على فكرة ما اعطنيش error ممكن نستخدم نفس الvariable لكن هان نفس الvariable parameter وحيكون نفس الclass attribute لكن to solve this confusion عسان ما يصير اش خربط عن confusion استخدم نا الكلمة تاعت اللي this dot this keyword refers to the current object in the method يعني اللي هو ايش الvariable تاع current option اللي احنا مستخدمين ه طيب وبالتالي احنا the most common news لاستخدام تاع حلال this هدي عشان بس eliminate the confusion between the class attributes وال parameters with the same name لاحظ اللي موجود عنا في مين في المتود بكل بساطة فالموضوع هان ايه بصير طيب بد احاول تصير full screen كيف بش عارف نشيل هادي كيف احنا كمان نعم طيب احنا كنا هان خلصنا this keyword بعدين هنيجع على نشوف where is the error بقول هان لاحظ وين هان ال error وين هادي public 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 وهادي مين private المتود private هو مفروض العكس لكن احنا ما اعطيك هان للتوضيح هادي private هان فلما نيجي احنا هنا فش مشكلة لانه لانه هذا public r.link هادي direct access creation ال object فش مشكلة هنا area ساوي r.calc area بنفاش لانه هاد اساسا بنفاش نعمله استدعاء لانه هاد private عشان احنا هيعطيني error لحل المشكلة هاد هاد لازم مش تصير public واحد شوف اللي بعدي هنا هان عم يهدول private كلهم وعمل sit length sit width لاحظ نفس النظام بتاعنا وcalc area طيب فاجأ قال هنا rectangle r يساوي new rectangle بعدين قال r.sit length 8 لماذا يعطيني error لماذا يعطيني error بس وين المشكلة انت عملنا عمله private بالتالي اساسا مفيش عندك access للميثود نفسه انما انت كاتبه هنا صح بس هدا لازم يكون هنا ايه مش private لازم يكون public واضح عشانك هانا مش هيثبت ماذا هيعطيني هنا error وكمان نفس اليوم انا كمان get length هادي طبعا هلك كاتبين انا get length انا مش كاتبين فهو بقول انت مش كاتب get length اساسا يعني في خطأ في فرق بين الاخطاء اللي هان والخطأ اللي هان sit length وال sit with مكتوبين هان هاي هاي هم موجودين بس المشكلة انه هدول انت عمل اياهم private عشان من اول وجديه طاعت المثود طاعت get length والget with انما عنا الكالكري هان مفيش مشكلة هاي الاخطاء من هنا صارت نجه الان لموضوع الconstracter موضوع الconstracter طيب الconstracter هان هو method that is always automatically called when an instance of a class is created not to be called manually by object احنا بنستدعوه هنوضح الكلام هذا ماذا وين يستخدم الobject ما هو الconstracter طيب اولا لما جينا احنا اذكرك كنا هاي عنا مثال هنا وعملنا احنا class خينا بس النقطة هنا هذا class زي ما خذنا private attribute وعملنا get link get with مثلا هنا انشأنا object لاحظ الobject لما احنا انشأنا هاي الاقواس اللي هان الفاضية هو فعليا هنا استدعى constructor بنسميه method بنسميه constructor method شو بيعمل ليش بيستدعي او بنسميه default constructor عشان بيعمل initialization للقيم تاعت الobject يعني هذا الconstructor هو اللي بيحط القيم صفر وصفر والنل في الاتريبيوتس اللي هان تاعت الobject طبع اللاحظ هان هو دايما وابدا كل مرة احنا بننشأ الobject بنستدعي الconstructor وبنستدعيه عشان هو بيعمل initialization للقيم اللي موجود وين في الاتريبيوت تاعت الobject طب السؤال هان هل احنا ممكن نغير الانشيال نعم بس في الحالة هاد لازم نعمل overwriting لمن للميثود تاع الconstructor بكل بساطة هاد هو الconstructor خلينا نحكي الكلام طبعا هان ونشوف تمان مرة نشرح الان طبعا للتوضيح انا ايش انا عامل هان لاحظ كتب لك هاد مثود جديد هاد مثود الconstructor بس احنا كتبنا فعليا هاد وهاد بيعملوا نفس الشيء هيعملوا الانشياليزيشن كما هو يعني فعليا هاد بتم استدعاء الconstructor بشكل طبعا احنا بنشوفوش هان احنا كتبين الconstructor هاد وهاد نفس الشيء هم الاثنين ما بيغيروش في الانشيال فالو يعني هاد بيخول الانشيال فالو كما هي لكن كلام بضع احنا ممكن نغيره تعال نقرأ بس في الاول التعريف اللي موجود هان قال لي هان a constructor is a method طبعا هو method that is always automatically بشكل automatic called when an instance of a class is created يعني كل ما نعمل object هانا هيك هننعمل calling لامين للconstructor method طيب تدترمان عشان نحدد طبعا نشي بيستدعوها فعليا هو عشان يحدد how much space is needed to store an object instance in memory يعني default value تاعت الانتجر وذا معروفات فهو بيستدعيل طبعا بالشكل هدا الاتوماتيك اللي بنحكيه احنا فبقول لي هنا when we do not try the constructor لما احنا ما نكتبش constructor لحالنا our own constructor in a class by ourself لو ما نكتبش لحالنا java automatically provides one when the class is compiled الconstructor هذا اللي java provides الاتوماتيكي هذا بنسميه default constructor بنسميه default constructor وهذا الconstructor شوي هيعمل initial values في الاتريبيوت تاعة الobject لاحظ هنا default constructor does not accept argument فيش فيه هنا argument عشان هذا بنسميه لانك عنه زيك لاحظ لما كان هنا الobject هنا في الاقواس اللي هنا هنا فيش قيم عنا هيك معنا تكلام انا بنحاول هنا اذا ما عمل وما ما كتبناه فاحنا هنا java بيستدعي default constructor بيقول لي هذا it sets all of the object numeric field للصفر الهن initial value يعني default value والبول يلا false والstring لنول اللي اخدناه قبل هيك طبعا شرحناه عنك القيم اللي هنا هيك اللي default value بيقول لي هنا the only time that java provides a default constructor وقت تيش when you do not write your own constructor for the class لما انت مش كاتب يعني مثال هلا حال automatic هيستدعي default constructor لكن اذا حاولت تكتب وتغير فيه هنا خلاص هيقرأ من وين هيخد ال constructor اللي انت عملته واضح طيب unlike java method لاحظ هنا وهذا ايش اللي بتميز في constructor constructor method has the same name as the class لاحظ هذا rectangle لازم rectangle والشي التاني هنا ان ال constructor مالوش return time لا void ولا return type لاحظ فاضي بس هنكتب له public وهنكتب اسم class هاد هي صورة مين ال constructor اللي احنا حالي بها نشتغل عليه تمام طيب تعال نبدأ نكتب هان our own constructor فجينا هان على class وقلنا هان public rectangle لحظ هذا constructor واجينا هان قلنا له معناة كلام لما قلنا له هنا length تساوي 1 width تساوي 1 والcolor يساوي white واطبع لي كلمة hello programmer شو معناته معناته كل ما بينش object هان حيتنفز هيحط لقيم واحد في length واحد في width وwhite في color يعني بعملهم initialization حسب احنا محددينها وبعدين هيطبع لهو الجملة هاي تعال نشوف شو هيصير معنا لما جينا هان هيك قلنا rectangle r يساوي new rectangle لاحظ شو صاروا معاي تعال احنا الجملة في print لاحظ هاي ملاحظ مهم بان لما اجي هنا هيك اولا لما اجي انشأ هذا انشأ new object هذا new object لما انشأه حيرو على الوين على constructor بما انك انت كاتب constructor حيعب القيم حسب القيم المحددها في constructor فحييجي عبي هنا ينشأ object وهذا الوبي مكون من ثلاثة attributes length width color وفي عنا اللي هو مين get link والget with width خلاص حيحط هنا واحد في القيمة هاد وواحد في width وحيكتب white في string تاعت color وحينفذ الجملة هاي عشان يكيد اول ما نفذنا الجملة هاي وانتهت طبع لمين كلمة hello program انا على فكرة ما طلبتش منه هان يطبع لي hello programming بس هاد طبع هتنفيدا عشان يدللك انه اولا بيعمل creation ل new object بنفذ مين ال constructor هاد ملاحظة كتير مهمة بعدين اجاب بعضيها طبع لي مين قال لي قرال قيمة get linked وget وطبع لنا واحد وواحد هدا موضوع واضح طب سؤال هنا لو جيت انا هدا ما كتبتوش ايش هل هيخطلف معاي هيخطلف معاي هنا هيعمل new object هاد هتكون default value اللي هي صفر حيروح java بيستدعي default constructor وبيحط ال initial value اللي هم default value هاد صفر وهنا صفر وهاد ايه وهاد النل بس طبعا مش هطبع عنه من hello صفر صفر فواضح انا المفارقة بين لما كتبنا constructor احنا عملنا our own constructor ولما ما كتبناش شو هيفرق بالنسبة للبرنامج طبعا هاد اللي هانا بنسميه no arg constructor ما فيش فيه لاحظ بياخدش argument بياخدش argument فكل ما هنعمل new objects من هان هيعمل نفس الشي طب سأل هنا لو انا شجيت عملت rectangle r يساوي new rectangle بعدين تحتيها كمان مرة قلتلو rectangle r 2 يساوي new شو هيصير معاي حينشي object ثاني مكون في 1 و 1 و white و برضو هيطبع لعشاشي كمان مرة جملة hello programmer واضح والكلام هذا طبق وانت واتأكد من طيب فبقول لي أنا every time we create an object the initial values of the object attributes will set to 1 1 and white زي ما شفنا الكلام وبعدين هيطبع لكلامة المسج هنا حتظهر عندنا على screen لو عايزين نطبع هنا writing our own يعني constructor with argument هذا بنسمي with parameter أو parameterized constructor يعني هنضيف الآن عندنا هنا parameters لاحظ القارن بين اللي هو هذا constructor طب شو هرّفت انه هات constructor لأنه له نفس اسم لclass لاحظ وطبعا ما بيخدش return type ولا void ولا أي return type فهذا constructor لكن بلاحظ هذا constructor في عنا ايش في عنا parameters وهذه البرامتر اللي هنا يبقى بالتالي لما نيجي حننشئ object زي ما حنشوف لازم يكون الobject تلقي هنا في قيمتين لأنه لازم يكون ايش في two argument هان القيمة الاولى الlink حتساوي الlink وال w حتساوي الwidth طب شو يعني معت كلام عشان نيك تدرب لك لما جينا بعد هاد عملنا هنعطان هيعطيني error ليش بحطيني error بنفعش انت عامل لي انت method call للrectangle هنا وعمل هو نظام له عامل لي new object وانت عايز تستدعي او عامل انت constructor بس هذا بياخد two argument فلازم كنت بعت له من هان قيمتين وإلا غيرك مش رح يشتغل هيعطيني compiler error فالصح انه عطيني قيمتين زي هيك اي قيمتين الان دربالك هاد القيمتين انت هدول هما initial value حيكون يعني انشي لي object من اسمه R وحط في وهيعب بقيم التمانية هاي تمانية وهالتسعة تمانية في length والتسعة في width وطبعا انا مقلت له ش يعمل حاجة في color عشانك هو خليها زي ما هي مين 0 واضح طيب هذا اسمه parameterized parameterized constructor بقول لي انا طيب سؤال لو احنا عملنا what happened if we make the constructor private لو عملتله private مش هيزبط اساسا كيف هذا كلام جرب وانت شوف شو بطلع معك بس انا مش هيزبط كيف بدعم الان يكون عندي constructor private كيف بد ينشئ object اساسا كيف بد عب القيم اللي هان شو هيصير هل هيعطيني error هل مش هيعطيني error ويعب default value كلام جرب وانت لحالك في code وحكي لي شو هيصير معك طيب نيجي هنا طيب احنا ممكن يكون عنا ملطب constructor ملطب constructor نعم لاحظ هنا هيعنا هي الكون constructor الاول وهذا constructor التاني بشوف الاثنين نفس الاسم بنفع بنفع هذا بنسمي اللي هو method override لاحظ هنا لما بيكون انا عندي two method زي هيك هذا ما بيعطيني اش error بنفع انا يكون عندو method لهم نفس الاسم بس لازم يختلف في مين في parameter لازم يختلف في parameter اما من ناحية الان هنحكي عن شوية في موضوع اللي هو method overloading و نتقلع هان في المثال اللي معنا هان نشير scratch هان نلاحظ اول شي هان عندنا with argument نسميه لما انشاننا احنا object هنا r1 هنا حينشي طبعا في الهيب عندنا هينوضح الكلام هنا r1 عاد حينشي لان object ولاحظ هنا طبعا هنا حينستدي حيرو على انو constructor اللي هان ليش رأى ال constructor اللي هان مش اللي هان لانو اللي هان ما فيش عندي argument هذا بنسميه argument فهذا اللي حيتنفذ لكن اللحظ اللي بعدي هان اللي كتب لخمس وسبعة حيرو على مين حيرو على التاني لان هذا اله حيتع argument to argument فبالتالي هنا واضح هذا حيروح وين وهذا حيروح وين معنهم الاثنين اللي هم نفس الاسم فاحنا بنميز هنا المثوز عن بعض لو كان لهم نفس الاسم من خلال البرامتر الارجومنت فالآن نجعل اولان هنا لما انشاء الابجيت الاول R1 ايش حيكون فيه حينتش الابجيت في الرام وحيكون مكون عند اللينكت واحد والويت واحد والcolor ويت زي ما انت شايف لاحظ واحد واحد وهذا ويت لكن في التاني هنا اللي عمل له خمس وسبعة لاحظ حسب الكود تاعه بس هيخذ ذلك واضح الفرق بين التنتين عشان انا هيعطيني هان هادي واحد وواحد لكن التاني هيعطيني هان خمس وسبعة هذا بنسميه المثل overloading وهذا اللي هنحكي كمان شوي بعد هذا ممكن يكون عنا multiple constructors نعم لاحظ هنا فيه constructors هذا no argument لاحظ هذا constructor فيه two arguments هذا constructor فيه three arguments مشكل طبعا الان لاحظ هذا المثل اللي هنا لما يعمل create new object طبعا هيتكون عنا ثلاث object الابشت الاول هو R1 هيكون مكون فيه 1 و1 و1 و8 وضحنا الكلام هذا لانه حييجي وين بعد هذا حييجي على هذا ليش لانه هذا فيه argument الهذا عند two argument يبقى حيشغل مين المثل اللي فيه two argument هذي فيها ثلاث argument يبقى حيرو على مين على اللي فيها ايه ثلاث argument واضح فR2 هيكون مكتوب فيه 5 و7 و0 R3 هيكون فيه 2 و4 وفيه مين بلاد واضح هنا فلاحظ بدنا نفهم هنستشعر شي عن constructor constructor اصبح هنالهدف منه او نستفيد منه احنا هو automatic هيشتغل default constructor ولا هيحط الانشيال value default value اللي هي اصفار للارقام والنول للstring والfalse لل boolean object زي ما حكينا قبل هيك طيب واضح الكلام هنه شو معنات ال constructor وشوفنا مع بعض ممكن يكون عنده اكتر من constructor اللي هم طبعا نفس الاسم نفس المواصفات نفس و وطبعا كلهم لازم يكون public لكن اختلفت عندي البرامتر اختلفت انواع البرامتر هيك بنميز هانا method عن اخر واضح فهذا طبعا هنشوف الان هو موضوع الموضوع overloading overloading method هانا موضوع سهل احنا بقول لي هانا method overloading in java is a feature that allows a class to have more than one method with the same name ممكن يكون عندي اكتر من method with the same name لاحظ but with different parameters java support method of learning through two mechanism كيف بنميز احنا methods عن بعض بانو احنا by changing نغير the number of parameter او changing the data type of the parameter يعني تعالنا اطلع عندنا هانا هادا الملتبلاي غير الملتبلاي هاي هادي فيها two argument هادي فيها three argument او two parameter هادي three parameter فلما نيجي احنا في المين هنقول لهم ملتبلاي تمانية وخمسة حيرو على وين حيرو على ام two parameter هادي الثلاث برامتر حييجي على ام الثلاث برامتر فبالتالي هانا هيشتغل مع بعض واضح عشان احنا في output حيطبع لاني تمانية وخمسة هنا 40 وهنا حيطبع لاني وستة واثنين اعطاني 48 مثال تاني هنا لاحظ هدول كلهم two parameter زي ما انت شايف لكن لما نيجي نطلع الاختلاف عندنا في data type تاع البرامتر الاختلاف صار عندنا في data type تاع البرامتر فلما نيجي نقول له ملتبلاي 8 لان 8 وخمسة لاثنين انتجر فحيرو على الوين حيرو على الهان لاثنين انتجر حشك حيشتغل عنا 8 ضرب 5 لكن لو قلنا له ملتبلاي 4 6 0 طبعا هذا اعتبار double يبقى حيرو على الانتجر والدبر حيجي يطلع اه حيشتغل على هاد واضح هدول الاثنين double يبقى حيشتغل مين another method هاد اللي حيشتغل واضح انه فارقة بينهم فبالتالي احنا بنميز method عن اخر من خلال شغلتين اما اذا زاد اختلف عن زار changing for the number of parameter زي المثال اللي هان او بانه نفس عدد البرامتر لكن اختلف عنا data type بتاع البرامتر هيك بنميز احنا method عن اخر مع انهم بقلهم لاحظ نفس الاسم نفس return type فش اي اختلاف واضح هذا فش مشكلة عنا هذا بنسميه اللي هو overloading method طيب طبعا هاي امثلة هان احنا طبعا بدأ واضح هنا square حيروح لمن للي طبعا facial argument حيجي هنا square 5 حيشتغل اللي هان square 2 5 f a حيروح على المثود اللي هان واضح وفي مثال عنا هان هاي طبعا عمل run وهذا مثال حلو انت وهات انه ايش output ki exercise للك من باب عشان طبعا هنوضح الكلام هذا وهنعزز طبعا هاد النقطة من خلال امثلة او اسئلة الواجب موضوع to string method نشرحها هنا بشكل سريع بقول لو حولت اطبع انت object هستدعي to string method واللي حيرجع لي string containing object class name بعدين حيروح الاشارة هيك وراه وحيطبع لي من hash code بس in hexadecimal ملوش معانا كتير يعني مش كتير مهم بالنسبة لانه وطبعا هاد method is called اذا انت ما كتبتش من عندك new string method by overwriting اللي هو to string زي ما حنشوف لحظ هنا مثال لما انشان object وطبعا اكيد لكل تشوف الكلام هذا وحاولتم تجربوه لما نعمل object هان t1 t2 t3 بقول لي طب اطبع t1 t2 t3 وهان استخدم to string فلاحظ هاد هم هاي هم شايف هاي class تعنا مكون من class وهاي object لو حاولنا نطبع نقول اطبع لي ايش هاي طبعلي فلاحظ هاي طبعلي هنا شايف الرسم هاي هاي طبعلي هاد اسمها اللي هو عنا اسمنا بعدين زائد class اسم class بعدين إشارة at وهذا طبعا نسمي hash code بالhex decimal طبعا هادو junk نعتبرو احنا مش مهتمش فيه كتير يعني لانو مش واضح هذا object الاول وهذا للتان وهذا للتالت لو عملنا مثل call to string لاحظ هاد وهذا وحيطل لاحظ typical نسخة عن اللي هان عشان يفهمك بس انو فعليا انو java بيستدعي المثل to string internal احنا بنشوفوش واضح فبالتالي لو عايزين نحن نغير لما عايزين نقول اطبعلي object معين ممكن نحن نتحكم ونقول اطبعلي شغلة معينة مثلا يعني اطبعلي الفيرس واللاست مثلا ليش تكتبلي junk هاد لانا مش فهم منه ولا حاجة واضح كيف بنقدر نعمل الكلام هذا بنحنا هنعمل عنا نكتباش to string method من اول وجديد واضح فبقولنا هنا نلاحظ as you can see printing the object لو عملا هيك او عملا هيك هيطلع للمين نفس الout تعالوا نشوف مثال هنا كيف نعمل overwriting ل to string فحنيجي في class عنا هنا طبعا احنا خلصنا موضوع ال constructor هاي عنا اللي هو المثود تاعة to string طبعا to string لازم يرجع لي string لازم يرجع string وبالتالي يحمل رتين قيل له هنا to string يرجع لي اطبع لي first name والlast name والcelary انا هيك بدي ايا يعمل لي لما احاول اطبع الobject فلاحظها لو جينا هنا وعملنا له طبعا عاملين احنا three variable three argument اللي هو constructor تاعنا كنا له خالد وامين والف ومتين هذا ما عاملنا طبعا اه سوري انا عامل two constructor هان اه سوري عشان من خربط الconstruct الاول بعمل شوال شي فبالتال هتكون عند نفس default value والconstructور التاني اللي هو مكون من three parameter فهنا هنستد طبعا لتي واحد تي اتنين تي تلاتة لاحظ ايش طبعا عنا طبعا هانا خالد امين والcelary هادي 000 ليش لان احنا هانا استخدمنا مين اللي هو default constructor فبالتالي احنا هانا ما غير الشي تمت default value فطبعا السؤال هانا لما قلو طبعلي object يطبعلي خالد امين والcelary ولا يطبعلي junk اللي احنا شفناه في هاد يطبعلي زي هيك اه طبعا يطبعلي شيء له معنى فاحنا الكلام هانا هاي اللي بيقولنا يمكن نتحكم فيه ممكن احنا لحانا نحدد ايش يطبع يعني مثال لو قلنا احنا طب لو غير نا المثود اللي هان تاعة two-string غيرنا لو كتبنا لو what's the output if we change two-string method اسفل قلنا لو public string ضربك لازم يكون الطيب تاعة string ولازم تكتب هانا two-string typical زي هيك و قلنا له هانا return hello this is و نكتب first name فكل مرة احنا حننشئ object احسر نحاول نطبع object تمام كل وهذه عندنا hello this is well واضح طبعا هذا صلي معنا واضح منطقي اكتر للاستخدام فلاحظ هنا each class فبالتالي نجمل الكلام اللي حكنا الان من هنا وطالع كل class هننشئ وهان لازم يكون عندنا attributes تاعته private ولازم نكتب constructor ونحدد default value ولازم نكتب method تاعت sitters والmethod تاعت getters اللي خاصة بالattributes طبعا واخر شي لازم نكتب مين اللي هو two string method كل class راح نعمل اللي لازم يكون فيه زي هيك تمام طبعا ننهي احنا المحاضرة بموضوع الـ UML موضوع الـ UML هو طريقة لعرض بنسميها unified modeling language طبعا التعريف فانا يعني بسيط احنا هادا طريقة تانية لعرض لclass مقسم عنا زي ما انت شايف الـ UML لثلاث اقسام هادا اسم لclass هاي rectangle هانا بكتب لنا فيه attributes هاي هم طبعا اذا كانوا private بحط ناقص اذا كانوا public بحط زائد واللي عندنا هان هان هنكتب method class attributes method نفس التركيب اللي هان هاي class attributes attributes وهدول من method طبعا بالصورة هاي هادا اللي بنسميه UML فلاحظ هان هاللي مجابان يشير لل public وهدول طبعا استداء اللي هما من method طبعا بقول لي هانا اذا اروح مثلا get length لازم تجيب لي return type return value اذا مالوش return value زي set length لاحظ شو بنكتب void لكن لازم بس اكتب ال return type لكن في set و width و set length اكتب للاحظ اش عمل نقل بدل integer لين هنقول لها هاي اسم المتغير لين بنحط نغطين يعني هادا الstandard متعارف عليه هدا بنسميها طريقة لعرض اللي هو class هادا class ثاني طبعا في تفاصيل اكتر هادا لها الثلاثة زي ما انتا شايفه الlinked والwidth والcolor بما انه private طبعا ثلاثة ايش اسم اللي class rectangle واللاحظ عملين هانا المين هدا هو constructor بنحط لزايد وبنكتب اسم المتود بس مالوش return value اساسا لكن ندير بلاك كل هادو لهم ايه زي ما انتا شايف اللي طيب يا اما void يا اما retain value عادي constructor ثاني الو parameter ثلاثة نكتبو زي هيك مالوش برضو ايش retain لهو void ولا retain لانه هذا برضو constructor ثاني طبعا كل هادو لانه public لاحظ هادي ناقص ليش لان انا بقى عمل لها private اللي هو calc area عشان انا منا ناقص شو return value and integer موضوع بسيط يعني نحنا بس التوضيح فانحنا بنصير بعد هي كده انا اعطيك مثلا اه بعطيك مثلا اليو عمال زي هيك وبقول لك تبلي ايش لclass تاعه فانحنا نحول لclass بسيط هذا اسم الclass هدول هما attributes هتكون طبعا colon private وهذا هي المثود هذا طبعا constructor لان ليش عارف اشارت انه constructor لانه مالوش هنال وما يخد نفس اللي اسم تعمين بتاع leclass بعدين الget linked بيرجع انتجر مالوش برامتر get with برجع انتجر مالوش برامتر وget color برجع string ولاحظ نفس الtype بتاعت ال attributes اللي هنا الست هدول كلهم لهم argument بكتب اسم ال variable طبعا integer linked هنا integer w هنا integer string co زي ما بحول ل class هدو اللي عايزين نفهمه طبعا انا معطيك هنا امثلة وهده اخر slide هدو الامثلة بعطيك مسلا object contact معطيك هم name email fax هدول type بتاعه وحول الكلام كل هدول هيك لاحظ هر ربعا في المثال اللي معنا هدو هو constructor هدو اسم two string نحن اتفاقنا نكتب لأي class attributes لازم نكون private نكتب اللي هو constructor نكتب المثود ونكتب الطبعا sitter وال guitar وباقي المثود ان حسب الحاجة طبعا هدو مثال كان employee هدو employee class ايش بنحط فيه user وال password وكل وكل type شايف قديش في عنا مثود خاصة بالclass للكار مثلا شو attributes تعاد شو المثود تسلي عليها هذا الكل لازم تكون قادر حتحول ل the given يو عمل حول ل java classes واضح يكون من ضمن الواجب اللي هناخده لتعزيز الكلام هاد هيك بنكون احنا وصلنا للمحاضرة محاضرة طويلة لكن مليئة بالمعلومات المهمة بتمنى تكون محاضرة واضحة دراكم ان شاء الله اللقاء القادم ويعطيكم